ايه اللي ممكن يعفعله الانسان يضر بهذه العضلة اللي هي اهمية كبرى الاهمال الجسيم ايه؟ مش الدكتور اللي عمل اهمال الجسيم بيخش السجن مصبوط طب مش معنى العيان اللي مش مهم الجسيم لا ما هو المؤلم بيخش السجن بيخش التربة لا امل التربة انا بالسجن يعني مريض سكر ورافج وانا يعفيك وطول عمركم جميعا جميعا ان شاء الله فمريض سكر مش راضي اخذ العلاق طب منتها هتأثر عشرين للقلب هو بالتالي سكر وعلاقته بهذه العضلة برافو مش رحلنا بقى حتاتك بالراحة كده عشان انا بشوف ناس كتير بللك اما انا مش عارف فاغلبت في السكر وهم مش قادر يستوعب السكر بيوديل فيه ببدا ما احنا بنتكلم عن العضلة نتكلم عن علاقة السكر اللي هو مرض الشعب المصري جدا هو الضغط بيسوق حالة العضلة تأثير السكر شخصيا على العضلة نادر جدا تمام يعني مفيش واحد عنده عضلة ناتكتن السكر عليه إلا بقى ده في بيبرز ليوصف عشر حالات يبقى عمل معكسة يبقى ده الشاز ملاش علاقة بها العلاقة بين السكر وشورين التاجي الشورين التاجي هو الشوريان المسؤول عن تغذية عضلة القلب خلاص يبقى لين علاقة مية في المية برافو يعني العضلة دي اللي بيدخلها لاته وشور الشورين التاجي أيوة فبيديل فبيأسرع السكر ضبط السكر بدري والتزام بالعلاج بيحميه فترة طويلة جدا جدا من التأثير السلبي بتاع السكر يعني أنا دلوقتي عندي سكر وزابط السكر هتبقى كويس أول ما خرف هيحصل مشاكل إن الشوريني دي طب ده أنا بدي دم قد كده للعضلة قالت حضرتك عندك مصورة المية اللي جاي لبيتك أنا دايقتها لك تفتح لانا فيتلاقي المية مع الوقت العضلة تتأثر مع الوقت مع الوقت تتأثر طيب ليها إشارات؟ طبعا طبعا لها إشارات رسم القلب العادي ورسم القلب العبود لا ليها إشارات للشخص الآلم في السدر الآلم الآلم دي بلوصلنا لمرحلة شوية متأخرة لا لا حتى الآلم السدر حتى بمرحلة متأخرة جدا ممكن تكون مش موجودة في مريض السكر ودي كارثة كارثة لأطباء يبقى عنده شورية نتاجة ومش متقلم ليه؟ من مضاعفات السكر المشهورة جدا جدا التهاب أطراف الأعصاب تاني أدين ورجلين أدين ورجلين خلاص مش حاس برجليه ومنملة مش حاس بإيديه وشيبشي بيقع مني ما حسش التهاب أطراف أعصاب طيما الأعصاب اللي بتنقل الآلم من القلب ملتهبة ما تش هتنقل يبقى ممكن يقول أما ليه؟ ده خطيرة جدا يبقى عنده شورية نتاجة وسعيد جدا وبيطلع السلة وينزل وعندوش الإشارة وعشان كده إنسان فجأة عشان كده روتينيا روتينيا ده مرضى السكر يفحص قلبه كل ما يستناش الآلم كل كل أربعة شور يعني ثلاث مرات في السنة يفحق يعمل فحص يعمل فحص ضروري طب فحص بالأجهزة ولا فحص بالكشف بالأجهزة والكشف لا يكفي الأول يروح الدكتور لا كشف لا يكفي لا يكفي لا يكفي يعني لازم إيكو عن جريع على السير شو الإيكو ده بيعمل العضلة؟ لا الإيكو العضلة بس أنا عايزي شوريان شوريان برسم قلب مكهود بس الإيكو دي مؤشر العضلة تعبانة يبقى في حاجة الزبط الزبط تسوقة طانية بقى هوا تلتة دا كويسة هو حد بيوصل لتلتة في طلب مش تعمير لطيف دا قدساء التلتة طيب عايش ترطيب ليا حضرتك في هذه في موضوع العضلة دا ايه التاني غير السكر؟ تدخين تدخين بيعمل ايه تدخين؟ بيعمل فساد في شوريان التاجي قلعن من السكر فما بالك بالك لو واحد ما عنده سكر وبيه دخل بيه دخل لا لسه التلتة الضغط العالي واحد عنده سكر وضغط عالي وبيدخن شي باعيز تضرب حركي حكم فالضغط يأثر عشرانين تاجي الضغط والسكر ولاد عم احنا سنة 2020 ما نعرفش ليه مريض السكر ضغطه بقال بس ولاد عم نادرا لما لاقي مريض السكر ضغطه طبيعي خاصة خاصة بصوا بقى الكلمة العجيبة اللي جاي بعد العلاق يعني لما ياخد دواء السكر يبتدي ضغطه يعني من دواء السكر في بقى نظريات كتيرة يقولك لما خدد دواء تحت الدراسة الحكاية احنا 2020 احنا سنة 2020 تلت تربع مرضى الضغط اسأله يقولك ضغطه سكر ضغطه اه صحيح العلاق اللي بينهم العلم عاجز عاجز عن انه يعرف ازاي السكر يقل الضغط اه اكيد مية في المية له علاقة بس غير معروفة طيب يبقى ان الضغط والسكر والتدخين والسكر والتدخين كوليسترول من هو كوليستروله عالي حافظ على شرينه تاجي جدا جدا على فكرة لانا بقوله ده اسمها عوامل خطورة يعني كل واحد ياخد باله منها يمنع عن التدخين لو كان يعني والله حاييه وارفع له قبعة يزبط السكر مقاش مهمل والضغط ما يسيبوش ولا يسيب الدوة والكوليسترول طيب الكوليسترول يقول لي طيب انا انا مولود كده صح مهدوش في اجسام بتعمل كده لكن هنقول له كلمة مهمة جدا كل ما خرج من الارض صحي وكل ما مشي على الارض غير صحي ما عدا السمك السمك اكلة عظيمة جدا يعني نخلي اكلنا البروتين الحيواني يوم بعد يوم حيبقى يعني السمك لو السردين برضو والتونة والحاجات ديت يعني اي حاجة ليه علاقة بالبحر يعني يعني بلاش اللحوم خاصة لو كان السمينة يعني اللحم السمين ده خطير جدا 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 حيقول لي طب العيال وانا مش عارفه انت غير العيال خلي العيال تجد عشان تعرض العيال يعني عشان تبقى للعيال عشان تعيش لهم هم اللحمة لا وفي نقطة مهمة الاباء والامهات يخلي بالمهمين اكل الولاد بره بيتهم احنا عندنا دلوقتي نسبة سمنة غير عادية في اللي تحت 14 سنة غير عادية عندنا ترخل ساديين في الولاد عالي جدا بيترفض فيه في الكلات العسكرية طبعا تمام من اكل بره اكل بره فيه كمية دهون عليا جدا 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 على فكرة مش كل اكل بره يعني هم بس هم بيأكلوا سندوتشات العجيبة ما هي دي ما نقضي عليها بس مش عايز يقول اسم عشان لا ما نقلش اسماء ما نقلش اسماء وكل حاجة ما كله عجيب يا بزيت بكمية رهيبة جدا يا محطوط فات في اللحمة المفرومة بتاعتهم عشان يبقى له طعم تعرف تاكل الطعمية غير ما تبقى في طجن الزيت اللي هو مغلي 90000 دي صحية جدا دي صحية جدا ازاي حرتك الزيت اللي بتقني فيه طعمية ده طالع من الارض ولا مش عالارض طالع من الارض يبقى صحي بس دهو بمغلي 30 أشهر عجيبت مرة تانية بس كلي صحي لا طعمية صحية جدا منفول بزيت الزيتون زيت الحار زيت الدرة كلي جيد كويسة جدا كل ما خرج من الارض الطمن يوم ترجمة نانسي قنقر